مع عودة الدورة كابتن ولا مش معه؟ آه لازم يرجع بشروطه الدوري انت فيروس كورونا وضع استثنائي صح؟ يبقى لازم يكون في حلول استثنائية بعد رجوعه بعد ما ترجع الرياضة أولا لازم ترجع الدوري ليه؟ تكمل الدوري ده وتلعب الدوري التاني تلزقه بالدوري ده ليه؟ هتقول لي أجهد لعيبة أكتر فترة خدوا فيها لعيبة راحة أربع شهورهم يعني انت لازم تعرف انك انت هيبقى عندك مشاكل لو ما كملتش الدوري السنة دي في الهبوط ولو أضفت اللعيبة لانك لازم هتكمل الدوري في قولة بيع لشان تعمل الصعود في مشاكل كتير قوي فانت عاوز تكلمني على الوقت من امتى احنا بتعوا وقت في الدوري؟ الدوري عندنا بتقل 134 سنة انا عايزين نلعب ودي تعتبر ظروف زي ما كان حصل وتلعب كل 3 ايام مباراة عادي جدا المهم انك ترجع الرياضة وانك ترجع الموضوع وخلي بالك حاجة مهمة جدا انا بسمعها من المدربين اللعيبة مش هتجاز واللعيبة هتجاز اللعيبة اللي مش هتجاز اللعيبة المحترف اللي قاعد في البيت ما بيتمرنش هيجي لي اول مرة النشاط الرياضي يرجع هيجي لي 40% من اللي يقتل بدنية علشان هو شغال في البيت لانه لعيب محترف وبياخد فلوس لانه محترف فلازم يسرف على نفسه يجيب اجهازته ويشتغل وبعدين لما يدخل على الدوري لما يدخل على اعداده في الدوري اسبوعين ثلاثة قادر عيده بس اتمنى يبقى اللعبين محترفين بجده كابتان وبيشتغل لا هم محترفين بس المدربين اللي مش محترفين المدربين مش عاوزين يرجعوا عاوزين يطولوا الوقت علشان يقبضوا اكتر شكرا كابتان عيد لله شكرا كابتان بمنور دايما وزعيد بيك وزعيد بيك خدت مني كل حاجة لا خلاص